قولي الاول ازاي دخلت المنتخب ازاي انضميت المنتخب الهيستري بتاعك او التاريخ بتاعك انت كنت بتعمل ايه قبل المنتخب كرة اليد الكراسي المتحركة ازاي وصلنا للمرحلة دي وتبقى كابتن للمنتخب اولا بسم الله الرحمن الرحيم احب بس ابدل ببتدي كلمتي اتوجه بالشكر لسيد دكتور حسني غندا حسني حسن حسن مصطفى على استضافته لحدث العالمي ده طبعا مجد ده حدث العالمي جدا طبعا دكتور محمد الامين الرئيس مجلس دارة الاتحاد اليد كل مجلس دارة الاتحاد اليد يشكر بأمانة عن مجهود اللي عملوه معنا عشان نوصل للمرحلة دي لان النجاح نجاح مشترك احنا ما عملاش كل حاجة لوحدين احنا لعبها في الملعب بس في عوامل بتساعد النجاح بداية على عوامل بتساعد النجاح الاستكرار هم وفررنا الاستكرار وفررنا الملاخ المناسب المعسكر كان معنا جاس فاني على اعلى مستوى الكابتن ابراهيم نصر الكابتن وايل الكابتن كرم دكتور روماني طبعا دكتور عادل جنبي هو المشرف على المنتخب بأكمله هاي فكنا بصراحة ربنا صعداء بوجودنا داخل المعسكر هاي انا بستخدم كرسي من سنة 2000 كرسي كورة سلة انا لقى احد لعبي منتخب مصر كورة السلة كاسي متحركة ممتاز كنا رجعين من شهر واحد من عديسة بابا وصعدين لكاس العالم لكورة السلة والموضوع عما اتعرض على المدير الفني عندنا كان الموضوع يعني باللاقي في صعوبة يعني على ورقة والقلم ازاي هنلعب كاس عالم كمان شهر وانحقها نتيجة وانا مبالعباش أصلا اللقباني انا مبالعباش اللقباني بصنا ما تمكين كورسي اه يعني الكورسي رقم واحد عندنا الكورسي ده معمول بمقاساتنا الشخصية كورسي اللي معانا بالمناسبة موديلة 2012 كورسي اللي كان بتلعب به منتخب ببرازيل قدامنا موديلة 21 الكوراسي دي موديلات كل سنة لها موديلة على اخر زي العربيات بالزبط مم وارادة طبعا الدكتور عادل ومجلس إدارة التحاد كورترياد والدكتور حسن مصطفى عمل معنا اجتماع مغلق قالنا نهي من أنتم تمثلوا مصر وتكونوا موجودين ده في حد ذاته شرف المصر احنا قلنا لأ الموضوع احنا مش نمثل مصر بس كل التوقعات بيقولوا احنا ناخد سادس وانا احنا مش نمثل مصر احنا ان شاء الله نجتهد تدينا مع الجهاز الفني في اجتماعات مغلقة بنبحث الفيديوهات عن الفرق التانية منتخب الهند الاشارك منتخب البرازيل منتخب هولندا باننا نتفرج عن سلوفانيا نتفرج عن المطشاط ديت وندرس كل واحد بالحركة ازاي احنا بالنسبة لنا بنقدر نعرف كل واحد بتحرك بتحركة الكرسي يقدر يعمليه نقدر ندرس الجوانب ديت مع الجهاز الفني والحمد لله ربنا كرمنا بجد بجد يعني ده ببرك الدوع المصريين وكنا عاوزين نعمل حاجة لبلدنا ونهد الفوز للرئيس الجمهورية جد يعني جد احنا كنا مصرين مصرين العشر رجالة اللي كانوا موجودين هم تمن شباب وبنتين كنا نسمعينهم عشر رجالة اللي موجودين كان كلنا اسرار كنا منعمل اجتماع اللي اولا جماعة عاوزين نهد الفوز للرئيس الجمهورية رأى عزول هيمان في مصر كان نفسنا نفسنا بجد بجد احنا كنا على تكة من المركز الاول بس عاوزين نقول برضو احنا بنعني فريق البرازيل فريق محترم هو فريق عنده في الدوري اثنين وترتيم فريق في كورة اليد منشأ من 2005 واحنا لسه منشأ من شهر فات طبعا عما نمسك نكسب منتخبات بالشكل العالمي ده انا من الموقعي هنا بشكر اولا الجهاز الفني بشكر اللعيبة انت اللي انا عارف والنتيجه قدامي كسبت الهند كسبت سلوفينيا كسبت الشيلي كسبت البرازيل سوريا خسرت من البرازيل وكسبت المنتخب الهولندي وفي اخر مباراة المباراة نهاية تعادلته واخسرته في الناس ده المفاجأة بقى مفاجأة احنا كسبت من المنتخبات ده 2-0 يعني احنا كان عندنا اسرار اللي احنا ننفذ ونكسب ونحقق فعلا عزيمة ورادة بجد انا مبسوط جدا 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 سعيد بالمكسب بشكر زمايلي جدا جدا مع أصغل لعب كلهم ابطال يعني لو فيه مستاحة من الوقت بشكر محمد انور كابتن مجدي ميجو هدف البطولة وانا سعيد بي جدا 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 الكابتن توبا نجدي الكابتن ربيع حسن حسنين الكابتن محمد حسب النبي الكابتن عيات الكابتن وفاء الكابتن سامي منصور توبا نجدي بصراحة يعني مش طبعا الجهاز ده وفاء كابتن عيات طبعا انا مش عايز انسى حد لا اي وقت انسى حد لا مش عادر الدكتور حسن مصطفى بأمانة يعني عاوز اقول لحضرلك على حاجة اول دخلة لي معانا اول يوم جانا في التدريب اول يوم معاسكر لنا يعني الناس ده هتعمل ايه صراحة يعني فانا واحد من الناس انا كابتن منتخب بصيت له كده وخدت الموضوع بي يعني جواب ايه اللي هو لا هنشرفك اللي هو لا بالزبط بالزبط فات بالزبط عشر ايام وجي التمرير اللي بعد الدكتور حسن مصطفى بأيبص كده هما دولوا كنت اتفرج عليهم هما دول فعنا احنا بتدرب صبح حولين معاسكر مغلق هاي ما بنخرجش من الوقت برنامج كامل متكامل بصراحة جعاز الفاني تعب معانا اللعيبة تعبت كان معانا برضه دكتور اصابات مهتم باللعيبة يعني كنا احنا فعلا فعلا بشكر في تعلن بجلس دارة اتحاد كورت الياد طبعا مش عاز انسى الدكتور حسن مدين مصطفى طبعا بيس اللجنة برنامجة عندنا طبعا لان هو الداعم القولينا طبعا في مصر كلها